الدم العراقي يجب أن يكون دماً محترماً ومن واجب السلطات والحكومات والقيادات في هذه الحكومات هو الحفاظ على هذا الدم من الهدر ومن الطامعين ولذلك في كل الأزمنة الطويلة التي عشناها مع هذه الهكومات كان هناك أنهاراً من الدم العراقي تجري على هذه الساحة وفي كل مرة وفي كل زمن لحاكم يقدم لنا تبريرات وتفسيرات لا نقتنع بها ولكن أحياناً يأخذنا الخوف أن نقبل بها ما يحصل من عام 2003 حتى هذه اللحظة الدم العراقي استبيح وكان مستباحاً مرة على يد القاعدة ومرة على يد الاحتلال ومرة على يد داعش ومرة على يد الطبقة السياسية التي ضيعت البلاد وتاه بها العباد وفي كل مرة حكامنا والسياسيون يقدمون لنا أسباب هم يعتقدون أننا نقتنع بهذه الأسباب ولكن يبقى المواطن العراقي متعلقاً بهذا الوطن ومستعداً أن يضحي في سبيل هذا الوطن ولكن من واجب الحكومات أيضاً أن تكون بهذا المستوى من الإيمان بالوطن إلى الحد الذي تستطيع أن تحقن هذه الدماء الكل يعرف أن تجربة الحجد الشعبي في مرحلة وظرف عصيب جداً ظهر هؤلاء الأبطال واستردوا هيبة العراق وقاوموا وكان لهم بصمة على عرض الواقع في معركة شرسة أقر بها الأعداء قبل الأصدقاء ولكن ما حصل خلال الأيام الماضية من قصف أمريكي على مقرات الحجد الشعبي استشهد أكثر من خمسين شهيداً من مقاتلية الحجد الشعبي وجرح أكثر من ثلاثين السؤال الخطير هل كان بالإمكان أن نتجاوز أزمات من هذا النوع حتى لا يقتل ولا يستشهد مثل هؤلاء الأبطال الذين ندخرهم لهذا الوطن هل كانت هذه القضايا محسوبة هل وصلنا إلى مرحلة من التأزيم ومن الانفعالات ولا مبالات عفوا إلى الحد الذي تضيع هذه الدماء وبالتالي نذهب إلى مستويات من الندم قد لا ينفع بها الندم ترجمة نانسي قنقر